تستمر معاناة الشعب الفلسطيني جراء الاحتلال الإسرائيلي الذي يمنعهم من الوصول والحصول على حقوقهم الإنسانية الأساسية ويواجه سكان القطاع نقصا كبيرا في المياه فضلا عن نقص المواد الغذائية وظهور العديد من المشاكل الصحية بالنسبة للمياه مقطوعة كتير يعني ما فيش مياه زي ما انتم شايفين الناس بتصوف طوابير و بتلف الحواري عشان بس يجيب شربة مياه لأولادها ومشاكل بنعانيها حتى في مراكز الإواجه وما فيش لا فيه مياه ولا فيه خدمات ولا فيه عناية ولا فيه نظافة وصرف الصحي بين الخيام وفيه الصفوف سببت أمراض للأطفال ولكبار السن اللي بعانوا من مشاكل صحية وزي ما انتم شايفين الكمامة في الشوارع كوام كوام وفيش لا بلديات ولا وكالة بتهتم بالناس